مسؤولون أمريكيون أن هناك علامات متزايدة على أن الرئيس جو بايدن بدأ يفقد صبره من نتنياهو على الرغم من استمرار الدعم العلني لإسرائيل بحسب ما أوضح أربعة مسؤولون على دراية مباشرة بالقضية لموقع أكسيوس وضف الموقع أن بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين أصبحوا محبطين بشكل متزايد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بسبب رفضه معظم طلبات الإدارة الأخيرة المتعلقة بالحرب في غزة بينما ذكر موقع ولا الإسرائيلي عن مسؤولين أمريكيين أيضا أن بايدن لم يجري أي اتصالات مع نتنياهو منذ أنها المكالمة قبل عشرين يوما بعدما رفض نتنياهو تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال لقاء عبر قناة سي بي اس إن واشنطن أجرت محادثات مكثفة مع القادة الإسرائيليين وقدمت لهم بعض النصائح بناء على تجاربها في أماكن عديدة مثل الموصل والفلوجة بشيرا إلى أنهم ذهبوا إلى شمال غزة بقوة أصغر بكثير مما كان مخططا لهم وأكد كيربي أن بلاده مهتمة بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع حيث يصل عدد الشاحنات إلى مئة شاحنة يوميا ترجمة نانسي قنقر